كاب في السابعة والثلاثين من عمره متزوج وله أولاد ورغم ذلك ارتكب كل ما حرم الله من الموبقات أما الصلاة فكان لا يؤديها مع الجماعة إلا في المناسبات فقط مجاملة للآخرين والسبب أنه كان مصاحبا لمجموعة من الأشرار العصين فكان الشيطان ملازما له في أكثر الأوقات فكان دائما كئيبا غاضبا والعلاقة بينه وبين زوجته وأولاده سيئة للغاية كان لهذا الشاب العاصي ولد في السابعة من عمره اسمه مروان وكان في بعض الأحيان يرى والده وهو يفعل بعض المنكرات إلا أن هذا الإبن بفضل الله قد ورث الإيمان من أمه الخلوقة المؤمنة وذات ليلة كان هذا الشاب وابنه مروان في البيت بعد صلاة المغرب وكان الأب يخطط ماذا سيفعل هو وأصحابه من معاصي فإذا بابنه مروان يقول له لماذا يا أبتي لا تصلي ثم رفع يده إلى السماء وقال له إن الله يراك فتعجب الأب من قوله وأخذ مروان يبكي أمامه فأخذه إلى جانبه لكن مروان ابتعد عنه وذهب إلى صنبور الماء وتوضأ وكان قد تعلم الوضوء من أمه التي كانت من حفظة كتاب الله بعد أن توضأ مروان دخل على أبيه وأشار له بأن ينتظر قليلا ثم ذهب بعد ذلك وأحضر المصحف الشريف ووضعه أمامه وفتحه مباشرة دون أن يقلب الأوراق ووضع إصبعه على هذه الآية من سورة مريم يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ثم أخذ مروان يبكي وبكى معه الأب طويلا ثم قام مروان ومسح دموع أبيه وقبر رأسه ويديه وقال له صل يا والدي قبل أن توضع في التراب وتكون رهين العذاب كان الأب في ذهول ودهشة وخوف لا يعلمه إلا الله فقام على الفور وتوضأ ثم قام بإضاءة أنوار البيت جميعها وكان ابنه مروان يلاحقه من غرفة إلى غرفة وينظر إليه باستغراب وقال له دعي الأنوار وهيا إلى المسجد فأخذه الأب إلى المسجد وهو في خوف شديد وأقيم لصلاة العشاء وإذا بإمام المسجد يقرأ من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر لم يتمالك الأب نفسه من البكاء ومروان بجانبه يبكي لبكائه وفي أثناء الصلاة أخرج مروان من جيبه منديلا ومسح به دموع أبيه وبعد انتهاء الصلاة ظل الأب يبكي ومروان يمسح دموعه حتى أنه جلس في المسجد مدة ساعة كاملة حتى قال له ابنه بعد أن خاف عليه من شدة البكاء لا تخف يا أبي فأنت هنا في أمان عاد الأب وابنه إلى المنزل فكانت هذه الليلة من أعظم الليالي عند الأب حيث شعر بأنه ولد فيها من جديد وحضرت زوجته وحضر أولاده وأخذوا يبكون جميعا وهم لا يعلمون شيئا مما حدث فقال لهم مروان أبي صلى في المسجد اليوم فرحت الزوجة بهذا الخبر إذ أن مروان هو ثمرة تربيتها الحسنة وقص الأب على زوجته ما جرى بينه وبين مروان وقال لها أسألك بالله هل أنت من طلبت من مروان أن يفتح المصحف على تلك الآية فأقسمت بالله ثلاثا أنها ما فعلت ثم قالت له أشكر الله على هذه الهداية ومنذ تلك الليلة والأبو لله الحمد لا تفوته صلاة الجماعة في المسجد وقد استطاع أن يقنع رفقاء السوء بالعودة إلى الله وترك المعاصي وأصبح يعيش في سعادة غامرة وحب وتفاهم مع زوجته وأولاده يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير